جيمي بفوزي النادي الأهلي بالترجي وست مرات. اعتقد ترجي تحس ان هو بنسبة لنا نادي كبير وعظيم وكل حاجة ولكن بالنسبة لنادي الأهلي الحمد لله ان هو بتقدر تكسب الترجي وست مرات. بص يا كمتون. هو دايما ميزة النادي الأهلي ان هو بيقدر يحترم الخصم مقام lader كان ظروفه. صحيح. مقامjer كان ظروف اللي بيمر بيئة مقام lader قالت العنادي الأهلي بيعرف دايما يستغل اللقاء بشكل كويس في الشكل اللي هو عاوز يخرج بيه من المباراة ويحقق أهدافه منها يمكن أكيد فوزك ست مرات في استدرادس أو على الترجي التونسي منهم طبعا مرات قبل كده توكتها قبل كده بلقى بدور الأبطال على حساب الترجي دايما الترجي الأهلي بيعرف في لعب الترجي بشكل كويس جدا وقت ما يكون محتاج أكيد المباراة يمكن أكيد في مباراة خسرناها ولكن المباراة اللي احنا كسبناها كتير والمباراة تقول لك قديني النادي الأهلي بيعرف ملعب برده بشكل كويس جدا أنا بصراحة كنت سعيد بقيادة مرسيل كولر للمباراة كنت سعيد باختياراته لتشكيل لأنه داخل المباراة بشكل جدي بشكل كبير جدا ما فكرش في ظروف نادي الترجي التونسي بالعكس ما فكرش في إصابات ما فكرش في غياب جمهور كان محضر لعبته زهنايا وفنان بشكل كبير جدا وزهنايا دي مهمة قوي لكنك ما تستهونش بالمباراة لأنه كان فيه قبلها كده لو حركت في تكر كان فيه نغمة كده أن الترجي مش الفرير اللي يدري يكسبنا في الوقت الحالي وده كان شيء أنا كنت بشوفه خطر جدا لأنه ممكن ده وصلت ليه بعض اللاعبين ممكن الموضوع يوصل لأن المباراة بقى سهلة ولكن كنت مبسوط جدا بالعب تنادي لألي وإصرارهم حتى على أنهم يسجلوا واحد واثنين وتلاتة على حتى بعد الهدف الأول حيثت أنك ترجع وتشوف رد فعل الترجي وتكون قدي وقف على رجلك في الملعب ده كان أمر مهم قوي على مرسيل كولر حيثت حتى التغييرات في المباراة كانت إداريتها برضو بشكل كويس عشان تسهل عليك مهمة يعني مهمة القياب دي بشكل كبير قوي انت داخل الوقت من مباراة القياب وأكيد أني تكلم عليه عندك حلول كتير عندك تفكير بشكل كبير جدا أنك قد إيه تقدر تلعب عادة كبير جدا من اللعيبة بشوف أن الرجل الأول بتاع مباراة الترجي أكيد هو مرسيل كولر اللي ناجح جدا مع النادي الأقلي بهدوقه ده أول حاجة أنا بشوف كولر فيها ثم أكيد التفكير بشكل كويس جدا فنيا حتة التغييرات لا بشوف أن هو أدار مباراة الترجي بشكل كويس والآله خرج بالعلامة كاملة 100% من كل حاجة ومحتاجة سواء مباراة من غير إصابات الحمد لله مباراة من غير أي حاجة تقدر أو لعيب يغيب عن مباراة الفاينال حتة الناكتفوز 3-0 بتصعب المهمة بشكل كبير جدا على الترجي